ملك بشير السنغافوري إذن عدنا معكم إلى حالات مباراة الأردن ووزباكستان وبسم الله مع أول حالة الحالة الأولى عندك يا بوزيد دقيقة 13 و 30 ثانية هنشوف اللعبة هنشوف الدخول من لاعب الوزباكي على اللاعب الأردني نعم هل كان فيه تهور هنشوفه لعادة نعم الحكم طبعا نحتسب الخطأ فقط هنشوف هل تستحق بطاقة ولا لا من ناحية الانزلاق تمام والدخول هذا الانزلاق بتهور كان على الحكم أنه يمنح مع الخطأ بطاقة صفرة صفرة هو سوى الحكم طيب احتسب خطأ فقط بس لسكتفى بالخطأ التمركز كان سليم التمركز كان ممتاز 100% ممتاز ناخذ اللعبة اللي عقوبة بضاري إن شاء الله الحالة الثانية في دقيقة 14 و 50 ثانية نعم تنفيذ ركنية خاطئة نعم نشوف الحالة مع بعض أيوة تسلم إبراهيم نعم احنا عندنا لسلمك موضوع الكرة الكرة هني لا بدنا تكون داخل القوس أو ملامسة على الخط نعم الجزء منها الجزء منها فلذلك بالحالة هذه هاي هاي ثالث حالة ترى حتى للبطولة حتى الآن نعم طيب سؤالي نعم احنا عندنا برنامج نعم وانا أدري ان الحكام في الاتحاد الاسيوي يتابعون نعم ويأخذون الحلقات نعم من دوره تنبيه الحكام فيها أكيد في المحاضرين لا لا أنا مبيع اسمها فضل هل هم المحاضرين أم المسؤول المراغب المباراة مراغب المباراة أقسم عفوا مغيم الحكام هو اللي يدون هذه الشغلة هذي ثم المحاضر طيب هاي ثالث حالة لحد الآن أنا أعتقد أكيد ما راح أكيد يعني ما تفضلت على البرنامج أكيد راح يوضحون لهم يعني أكيد من اليوم المية صحيح الحكام تقول له اليوم بكرة ينسى صراحة زي اللعبات هذه بالذات يكون نوع من الإهمال من الحكام وليس العلاقة في الموجه بالضبط نعم ناخذ الحالة الثالثة دقيقة سقوط اللاعب عندك شيء سقوط اللاعب العزبكي عندك أبو فاد ستة وربعين ستة وربعين الثالثة نشوف هنا سقوط اللاعب العزبكي والحكم هنا طبعا عطى احتسب ركلة ركنية نبي شوف هل هي ركنية ولا في قرار شوف في قرار أقوى لازم يتخذ غير هالقرار فضل يا أبو فاد شوف هنا شوف اللاعب العدني طبعا قام ب المهاجم العزبكي في منطقة الجزاء شاتف ليولا شاتف ليولا كلام ركنة المهاجم العزبكي ركنة من الخلف فيفترض ركنة جزاء على فريق المنتخب الأردني وليس ركنة ركنية يعني مع انذار يتهوره نعم انذار يعني ضربة ضربة جزاء ركنة الجزاء وانذار للتهور انذار ايش انذار على اللعب صح يا أبو زيد القرار صح يا أبو ظاري الغرام صح صح والحكم لا حسب ركنية ركنية رغم انه يمطلع الكورة اللعب الأزبكي نعم هذه اللي تكلم عنها هي والأخ اللي اتصل نعم لأخ عايضة قال في ركلة جزاء الأزباكستان ناخذ اللي عقوبة بوزيد خطأ غاية الهدف الأول هنشوف الآن الخطأ أولا ايوه بالضبط هنا طبعا استمرارية اللعب هنا في خطأ من اللعب الأزبكي اللعب الأردني على اللعب الأزبكستان وكان قرار صحيح والحكم تم مركزه جيد و حنشوف الآن اللعب الدميري نعم حنشوف الآن هل فيه تسلو ولا لا لأنه فيه شك كبير طبعا في اللعبة الأولى لن تتضح لحظة قيام الكرة من المنفذ ولكن في الإعادة حتتضح الآن أنه اللعبين كانوا على خط واحد وكانت دقة المساعد هذه الآن دقة المساعد مية في المية طبعا ما هو باللاعب الأبيض في لاعب الآن غطة من المدافع بالكامل والمساعد موقف ومتميز هدف صحيح مية في المية لا يوجد أي شك في تسلل هلو عندك أبو ظاري دخول بتهور وأنذار صحيح نعم دقيقة ثلاثة سبعين نعم نشوف الحالة مع بعض لأخوة المشاهدين ناخذ الحالة الخامسة نعم يلا يا شباب نشوف الحالة الله يسلمك تمام نعم لاحظ الله يسلمك أثناء لعب الكرة اللاعب الأردني ركل المنافس بتهور يعني بتهور قرار صحيح من الحكم وطريقة سلوب وابعد الحكم حلوة في إعطاء الكرت حلو لاحظ لاحظ شوف الغدم شوف شوف وين ايه بالضبط واضح واضح اللي بعدها دقيقة ستة قرار سليم يعني قرار سليم واحد سين انذار لاعب أوزبكستان عندك مفاق نشوف اللعبة بتقوان تصين في انذار على اللعب الأوزبكي هل فأنا يستوجب انذارا ولا لا نشوف اللعبة هنا طبعا هنا اللاعب الحكم اعتقد ان اللاعب ان الحكم اعتقد ان اللاعب يتعمد يضاعة الوقت معايبو بلال نعم معاك معاك ففريق بفايد مهزوم ثاني واحد فعطاه انذار لا عشان تكون واضح معايبو بلال عطاه انذار اعتقادا من الحكم ان اللاعب تعمد يضاعة الوقت نعم بس انا في اعتقاد الشخصي لا هو اللاعب ما يذي هل هي لان فيه اشارة من مساعد وفيه اشارة من الحكم فاعتقد هو اعتقد ان هيا لعب ضربه حرباش ولا لعب رمي التماس فصال اختلاف الحكم قدرها انه هو يضاعة الوقت وعطى انذار اوكي تمركز الحكم ناخذ معاك يا ابو زيد اه لغتتين عندنا اعتقد التمركز ايه نعم كيف تمركز هاي تمركز جيد في اللاعبتين هذي بضاري نعم اوكي بس هاي اللاعبتين الان الاخيرة الاخيرة هذي لصات ما تفعل تورا لا تمركز درجة الثالث الثالث هاني على الثنتين الاول اوكي نعم كانت ممتميزة يتحرك بشكل صحيح خط فضر صحيح هذا الاحيان من حرص الحكام بو بلال من حرص الحكام يكون متواجهين بالغرفة لذلك تصير عندهم انا في ميزة المباراة ايش بو زيد المباراة صعبة طبعا صعبة نعم لانه خروف مغروب كم تقدير ثمانية وستة من عشرة وان كان ماثرت في النتيجة لان كان انا لوجهة نظر الحكم ادار المباراة يعني بشكل متميز ما عادرت لتجدها وهو قدرها خاطئ بالنسبة على انه اللاعبها المدافع وبالتالي الميزة الوحيدة فيه كان مبتسم طول المباراة جمع لتلك هذه كانت لحظته امس مرة بشكل حتى وحل اللاعبين من المتعاون بو فهد مباراة صعبة مباراة صعبة كم وثمانية وثين من عشرة سبت ترك الجزاء بو ظهاري نا ثمانية فاصلة سبعة مباراة صعبة صعبة ناخذها بصفة عامة من حكام مباراة اليوم حكام مباراة